يا أهلاً وسهلاً بالمشاهدين وطبعاً بين التنفير المسرحي التلفزيوني والسينما استطاعت أن تثبت نفسها على الساحة الفنية وتحقق نجاحاً في الأدوار اللي أدتها مما رشحها إلى أدوار البطولة رغم صغر سنها وعمرها الفني عرفت بأدوارها العديدة مشاهدين ولكن الشريرة منها ترك يمكن بصمة فريدة لقدرتها الفائقة على الإقناع رندا البحيري صباح الخير وأهلاً وسهلاً وسهلاً صباح الفل عليكم أهلاً وسهلاً 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 على الكلام الحلو لا بالعكس ويمكنه فيه أدوار شريرة لكن شكلك صراحة لذيذ وطيب لا أعرف ما يقوله لا أنا أريد أن أشكر من هنا أستاذ إبراهيم فخر مخرج المسلسل لأنني لقدرأت فيه شريرة علشان هذا يعني ترك بصمة نحن نتكلم عن الأدوار رندا ولكن خلينا نسألك في البداية عن سبب توجدك في دبي أنا بيجي كل شهرين ثلاثة أقعد شوية في دبي هي من البلادي أنا مؤمنة أن كل البلاد العرب بلادي يعني فأنا مش بحس أنا كني سفرت إسكندرية كني سفرت أي حتة في بلدي يعني فأنتو تحب السفر يعني يعني لو حبيت سافر أنا مش منع الشاق الصفر مش قادرة أقولك أوه يعني أنا مش منع الشاق الصفر أنا برضو بيتوتية وبحب أعط في البيت بس لما بسافر مش بيفرق معي سفرت جول بلد أو بره ولو سفرت بره ببقى 80% بلد عربي يعني أو أكتر من 80% بلد عربي يعني أو أكتر من 80% بلد عربي أقول لك أنا مؤمنة أن كل واحد جوال خير والشر جوال جوال كل شيء والعكس بتاعها بس هو ينمي حاجة ويكتم التانية ما بيطلعهاش فأنا فضلت كتمة تانية سنين عمري كله فلما جاء لي دور شرية وضي على فكر حاجة نفسية بحتة هو التمثيل أصلا علاج للنفس أكي فأنا شايفا أن أنا علشان ممكن أكون عاملة كنترول على النص الشرير اللي جوه بأي بني عدم لأن جوانا خير والشر فلما طلع في مسلسل طلعته فعلا لأنه كانش طلع بقاله كتير ما بطلعش خالص تارف أستعرف أنا دائما أسمع أن الممثل الشاطر لما يأخذ الدور الشرير ويقنع الناس فعلا أنه شرير الناس اقتنعت الناس اقتنعت فدقت ويقعتوا لي مسجات شتيمة ويضايقون والله العظيم وحيات ربنا كل الناس متضايا مني فعلا والناس شوفني في الشعور لي وليس هنبعلك حاجة يا الله هم الناس لا تنفيني هذا هو تمثيل حقيقي كيف تتعاملين مع هذا النوع من الجمهور اللي هو يعني يغير وجهة نظر وفي شخص أمثل أنه دور بقعد أحلف لهم والله إنه دعنا وممثل نتمثيل يا جماعة أه والله بس يعني الحمد لله فعلا زي ما انت قلت أكيد ده الحمد لله نجاح ما استفراف سأتضاقني لا هو نجاح كبير يعني أنت عالميا دائما يقولوا أنه الممثلة اللي ياخد دور الشرير أصعب بكثير من الدور للإنسان الطيب يعني أي أحد يقدر يكون طيب وإيجابا بس أنك تاخد دور شرير وتخلي الناس تصدق أنك أنت إنسان مخيف هذا الصعوبة في الموضوع رندا أيضا ما شاء الله احنا نشوف أنه الدراما المصرية تحديدا يعني فيه زخم كبير بالأعمال خصوصا بالموسم الرمضاني أنتو كم ممثلين كيف تشوفون يعني هذه الزحمة كيف تألأي ساس تختارون مثلا الدور توقيت عرض المسلسل أحيانا يعني ممكن يفيده وممكن يظلم وقت العرض أو موسم العرض فكيف تشوفين أنه هذه الزحمة كيف أنتو تتعاملون معها كيف تشوفون ردود أفعال المشاهدين على الزحمة اللي موجودة يعني إحنا بنتنفس بنعمل أحسن حاجة عندنا وبنسيب الجمهور في الأخير ينقي المسلسل اللي عاقبو والمسلسلات بتتزع تول السنة فما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ما تعتقدين أنه مثلا الموسم الرمضاني يظلم بعض المسلسلات ممكن المسلسلات اللي مش حلوة هي ظلمت نفسها المش حلو هذا هو ظلم نفسك لا هو ما بيزلمش مسلسل حلو لا لو مسلسل حلو هي تشوف هيوصل طب رندا في الدراما المسرحية وفي السينما هل هو نفس التنفيذ ولا طريقة العمل مختلفة لا طريقة دي مدرسة طبعا ودي مدرسة ثانية خالص المسرح صعب أصعب أنواع الفنون هما بيسموه أبو الفنون نعم وهو مش اللي هيخد القرار ويعمل مسرحية لازم يكون فاهم خطورة الموقف لازم يكون فاهم أنه هو هيوقف قدام جماهير هياخد الرياكشن في نفس اللحظة مش هينفع يعيد يعني فهو أصعب الفنون عشان كده أنا لما بيخد قرار أن أنا أعمل مسرحية لازم يكون متفرغة لازم يكون حالة النفسية تسمح بدا لازم يكون ما عنديش حاجة تانية أعملها جنبه والله أنا حاسب تتكلم علينا إحنا كمان نفس الشيء نعم مسرح كمان نعم نفس الفكرة صحيح الهواء لا الهواء الهواء نعم نعم عندنا حاجة اسمها التلفزيون المسرح يجب بالسينما إن السينما ممكن أروح في يوم تاني أصور الفيلم والسينما تجب مش عارفة إيه والبروفا يعني لا تجب التمثيل والهواء يجب بكل شيء آه يعني إحنا دائما بنقولك في الآخر الهواء هطلع الهواء للناس يجب بكل الحاجات اللي فاتت يعني راندا السينما ما شاء الله أنت متواجدة سينمايا ولكن لو نتكلم عن نظرتك الشخصية للسينما العربية بشكل عام كيف تنظري لها مؤخرا كثير من الأفلام حصدت على جوائز بمهرجانات عالمية يعني نظرتك للسينما بشكل عام السينما أحلى حاجة أنا بحبها في كل الفنون يعني زمان بالذات لما كان السينما فيها لسه خام سينما وشريط السينما بس مع صوته وإحنا شغالين لأنني حضرت الأيام دي لحقتها يعني فأنا بحب السينما جدا مبسوطة جدا بالمشاركات اللي حصل عايزة بارك لنادين لباكي المخرجة اللي بجانية الجميلة اللي أنا بحبها بجد وليه الشرف أنا اشتغلت معها في أول مشواري وأول مشوارها كمان بعد أخص مكاة على طول بعد معمات أغنية نانسي أنا ندين بحبها جدا عمستوى الشخص هي شخص طيب جدا وعندها بوزيتف أنرجي وجميلة ومبسوطة جدا شفت الفيديو بتاعها وهي بتصرخ فرحانة أن الفيلم بتاعها هدخل أوسكارز أنا فرحانة كان أنا لدخلت أوسكارز الفيلم اسمه هي اسمه الفيلم mo نحوم بالله دخل أوسكارز الحمد لله وته دوب فيلم رواي طويل يا رب نكسب إن شاء الله 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 mens rechts adjectiveness أصلا bunch music سينما العربية كمان البرودوكشن كيف صارت بتنافس كمان بتوصل للعالمية ويمكن احنا هنا نروح للمهرجانات السينمائية اللي بتصير في العالم العربي كده ايش بالنسبة لك هي مهمة وتحب انك تتحضريها بحضر طبعا بس انا الفترة ما حضرتش حاجة خالصة اني كنت غير مؤهلة نفسيا ان انا احضر مهرجة عفوا انت ذكرت موضوع ان الكلمات النافسية اكثر من مرة هل كنت تمرين يعني بظروف شوية مش كنت يعني مش ما كنتش مبسوطة اقل لي سنة اكثر من سنة كيف تخلصت من ال... لا هي 2019 واضح ان هي له ازيزة ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابتدت الدنيا تبقى احلى معي طب او الضغط النفسي لمن اي مكنت تروح المهرجانات الضغط لما كان اختيار الفستان انا حس المهرجانات العربية فيها شوية حساسية لمن في بعض الناس يختاروا فستين فانت كيف تتأكد ان تختار الفستان صح بسي اقولك انا عندي كذا فاشن ديزاينر بسط في اراءهم وعندي طبعاً أنا الستايل اللي أنا بحبه اللي أنا في الآخر هلبسه ووجهة نظري يعني فتمام يعني أنا بعرف يعني أخطار حاجات سيمبل وفي نفس الوقت إن شاء الله تعجبني وتعجب الناس أنت سيليك عبارة أكثر سيمبل ولا بتحب تروح الفخامة والتجيل شوية بصي أنا بحب اللي اتنين كل لحظة بحس فيها أنا محتاجة حاجة يعني بحب ألبس يوم حاجة أوفر شوية يوم أوفر يعني فيها شغل كتير يوم حاجة سيمبل جداً في الشغل الألوان كلها بحبها مفيش حاجة بفضلها عن حاجة وعايزة بالمناسبة دي أشكر أفا فاشن أحمد عمار على الطقم النهاردة عشان والغالب غالب زي ما يقوله تفضلي معانا رندا إحنا عندنا وصفة مع الشيف هلا عاملين لزانيا تحب اللزانيا يلا تفضلي يأكل معاكم النهاردة اللزانيا اليوم نباتية وعملينها بريزنتيشن نحن الفيزنتيشن اللي كنت قمت صغير أحسن من أنه هي صينية كبيرة صح واليوم أنت وردي بوردي وزاد الوردي عننا أهلا نورتينا اليوم أنا محتاجة بس منديش حضلي شكراً حبيب طبعاً نحن اليوم عملنا مثل ما ألتي سارة اللزانيا بس كمان نباتية بدون لحم واستعملنا فيها الأجبان والسبانخ والفطر كبديل عن اللحم وهي كمان من الوصفات الإيطالية المعروفة فحق لكم تفضلوا وأنا دائماً بعمل زيادة حتى اللذيف يأخذ حقه يعني تسلم الأيادي شيف وشكراً ندين على البوكي اللي خلته للأصحان اليوم برزنتيشن مورة حلو رندا فيه بأي فيه بأي أنت متكمة شوي لا ده هي كويس قوي هي عملته من غير رحمة وكدر لأننا فعلاً يعني سامها وفيجيترين سامها نحن مبسطين أنك معانا اليوم أنا كمان نتمنى لك كل التوفيق شكراً ومشاهدين نحن نشوفكم أكيد بكرة في أمان الله شكراً رندا شكراً